من دلوقتي وطالع. الكلمة اللي انا اقولها لازم تنفزها. بطممك مش بقول غير لما اتفق مع الاباء وصل لي على المسبح. اوعى تبص للوجوه لما انا اجي انت. ما تبصش لوشي انا. بص في فم السيد المسيح فم الروح الخدس. ما عليك الا تقول حاضر ونعم. عايز تعلق للتعليق تعالى لسيدنا بينك وبينه. ارجوكم بلاش كتابات الفيسبوك. بلاش تاخد حبل من عدو الخير من ايده تلفه على رقابتك. ويا فرحته. ويا حزن. الادسين والملائكة. واخيرا حزن الان بقيلارين ابوه. بنزل للفيسبوك وبستعجب. بقول للسيد المسيح من هؤلاء? مين دول اللي بيكتبوا في الفيسبوك ده يا بابا يسوع. مانالي يحوار معاه في القلاية بالليل. بدل ما اقول بارك لهؤلاء. ارجوكم. نادوا على البلقة بالطاعة من فهم السيد المسيح. يبا اذا نحن لا نهاجم الاسلام ولا نبي الاسلام. نحن نقرأ ما في كجبكم ونتساءل. للشيوخ الملكمين الافاقر. يردوا عليه. يردوا عليه. والله لو قام النصارى كلهم. قمعا لحجب الشمس ليست تحيبوا. والله لو جاءوا بكل عتادهم ليشوهوا وجه الجمال لخيموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز سادة المشاهدين الصحيح منهم والنايمين اهلا بكم. النهاردة حلقة جديدة هنبين فيها امر مهم ومتعلق بالديانة النصرانية. ولكن قبل ما نخش في الحلقة وتفاصيلها ما تنساش لو انت مش مشترك في القناة تشترك في القناة وتفعل الجرس ليأتيك منا كل جديد. وما تنساش تدعمنا بلايك او ديسلايك ما فيش مشكلة واهم حاجة سيب لنا تعليق. ولو تقدر تدعم وترعى محتوى القناة على بيتريم. الرابط اسفل الفيديو. كون شكر ليك. نبدأ على بركة الله. النهاردة زي ما انت سمعت في المقدمة كده هنتكلم عن تصلط الاباء على شعب الكنيسة. وليه الناس دول بيكلموا بالغطرصة دي والعنجهية دي واوامر. مش قبل للنقاش ولا الكلام ده خالص. علشان بيين لك الامر كله لازما استشهد بقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح بن مريم. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدة. لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. لما سمع الاية دي سيدنا عدي بن حاتم قال يا رسول الله ما عبدناهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يحلوا لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم. قال بلى قال فتلك عبادتكم اياهم. يعني الشرك هنا شرك الاتباع. والكتب المسيحية اثرت على عقول النصارى او عوامل المسيحيين بان اللي بيتكلم ده زي ما هو قال عن نفسه ما تبصلوش. بص اللسان اللي بيتكلم اللي هو بيعيد نفسه بالروح القدس. الروح القدس هو اللي بيتكلم عن لسانه. ولما يجوا عندنا في المناظرات وما يعرفوش يرده يقول لك لا لا ده اصلا ما هو معرفش ايه. طب ما فينا الروح القدس اللي بيخش معاكو في المناظرات وكلام ما فيش بلح. المهم الكتب المسيحية بتقول ان الناس دي اتخذوا هؤلاء آلهة. هل ده موجود في كتبهم؟ نعم. في المصدر التاني انا مش هجيب لك من الكتاب المقدس ما حللتموه يكون محلول وما ربطتموه يكون مربوط. لا. انا هجيب لك الكتاب اللي هو اعمال الرسل. او اقوال الرسل. المسمى عند الارثودوكس بالدسقولية. بالدسقولية. بيقول ايه الكتاب ده؟ بيقول على الاساقفة ان هؤلاء هم الالهة على الارض. وما ينفعش تراجعوا في الكلام. ولا تنطق ببنت شافة معاه. فين الكلام ده؟ خد عندك الاقتباس امامك من الكتاب بيقول هذا هو الهكم على الارض بعض الله الاله الحقيقي. اللي هو مين؟ اللي هو الاسقف. طيب فين ان انت ما تفتحش بقك بنص كلمة مع الاسقف؟ اه. خد الاقتباس بيقول لك من قال كلمة سوء على اسقفه بكلام او بفعل يخطئ الى الله. لانه لم يسمع الله وهو يقول لا تقل كلمة سوء عن الالهة. لم يجعل هذه الوصية لاجل الاصنام الحجرية والالهة الخشبية التي كان يعبدوها يسمونها الهة هي مرفوضة مبغضة لاجل الاسم الكاذب الذي سميت به بل جعلها لاجل الكهنة والحكام الذين قال لهم انكم الهة وبنو العلي كلكم تدعونا. ومن الامر المحزنة والمغجلة ايضا ان بعض المسيحيين لما يعترف لاب الكاهل لابد يبقى راكع امامه. لابد يبقى راكع امامه وهو ايه بيعترف له. فين اللي بيقول كده او من اللي بيقول كده كتاب من القوانين منقولة من المجامع المقدسة طبع في الموصل في دير الاباء الدومينكيين سنة الف تمنمية تلاتة وسبعين بيقولك ان يختاروا محلة لائقة لهذا السر اللي هو سر الاعتراف. المقدس ولا يجلس في مكان يحدث منه قلة احترام للسر وليهتموا ان يكون الذين يعترفون راكعين على قدر الامكان. هتقول لي تقدر تدين مثال على التحريم والتحليل بعيدا عن المسيح عليه السلام او عن اصل الديانة نفسها ان هما بيحرموا ويحللوا بمزاجهم اقول لك نعم اقدر ونص وتلاتة ربع كمان. افتح معايا كتاب القول الصحيح في دين المسيح للمفتقر الى عفو ربه الخوري جبرايل قرقماز المرسل الماروني في ولايات امريكا المتحدة طبع في مطبعة الهدى في فيلاديلفيا سنة الف تمنمية تسعة وتسعية. الصفحة رقم مية تلاتة وعشرين في الفصل الثامن في الصومي والقطاعتي اي الانقطاع عن اكل اللحوم والحقيقة فيهما. ان السيدة المسيح لم يوجب الصوم ولا الانقطاع عن اكل اللحومي ولكن الكنيسة ايوه من اللي 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 منع بقى وامر بالكلام ده. ولكن الكنيسة المقدسة قد امرت بكل منها حسب ما تستلزمه حالات الشعوب ويقتضيه اختلاف الاماكن لما في الصوم من القشف او التقشف يعني. ودي ايه صورة الراجل صاحب الكتاب علشان ما تقولش ان احنا بنجيب كتاب اي حد. وعلى فكرة المسيح بحسب كتابهم صامع 40 يوم. صيامهم هم اكتر من خمسين يوم. طب ايه اللي زودوا الكلام ويزد الزاي برضو عن طريق الكنيسة. فاتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم بتنطبق تماما على هؤلاء. لذلك اباء الكهنة او بيعملوا اللي بيعملوا ده علشان يغضعوا شعب الكنيسة تحت سيطرتهم. وإلا مفيش عاقل يقبل هذا الامر المهين. شفت الزاي هم بيحاولوا يسيطروا على شعب الكنيسة بحيث ان هم بيحللوا لهم وبيحرموا عليهم وبيؤمروهم وبينهوهم بعيد خالص عن الكتاب المدعو مقدس عندهم ويعني قمة الزل. قمة الزل لما تروح تعترف له وانتراكع وتجعل بينك وبين الله وسطه ويسر الاعترف احنا عملنا في حلقة قبل كده ابقوا راجعوها على القناة شفت ازاي؟ عندنا اقتباس مهم ايضا وخطير كتاب المجموع الصفوي يتضمن القوانين التي جمعها العلم الشيخ الصفي ابي الفضائل ابن العسال وهو مسيحي الجزء الاول الاقتباس بيقول ايه اقم نفسك يا اسقف طاهرا في افعالك كلها وعرف رتباتك فانك مثل الله عند الناس الاسقف زي زي الاله عند الناس فانك مثل الله عند الناس لما ترأست على الناس كلهم الملوك والرؤساء والكهنة والاباء والاولاد والمعلمين وكل من في طاعتك اجلس في الكنيسة وبشر بالكلمة لان لك سلطانا تدين به الخطى فلكم قال ان الذين تربطونهم على الارض يكونون مربوطين في السماء وما حللتموه على الارض فهو محلول في السماوات فاحكم بسلطان كمثل الله ومن تاب فاقبله اليك لان الله هو اله الرحمة ازجر من يخطئ ولا تطرد من يتوب وليهتم الاسقف بخلاص كل احد فده اقتباس ايضا اخر بيقول ان الناس ديت عندي عوامل مسيحيين زي الاله بالضبط تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا شفت انت علشان تستشعر النعمة التي انت فيها علشان تستشعر النعمة التي انت فيها وتقول الحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها نعمة ما فيش عندنا كهنوت ما فيش عندنا اله على الارض لنا اله واحد فقط سبحانه وبحمده ورسول ارسله الينا ليخرجنا من الظلمة الى النور صلى الله عليه وسلم ودعوتنا للنصارى اسلموا تسلموا في الختام هذا ما اعلم والله اعلم واعلم ونسبة العلم اليه اسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك متنساش لو عجبك الفيديو لايك وعجبك شهد اصلاك واهم حاجة سبلينا تعليق ولو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس لأتك منها كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته